أهلا بكم استهل قداسة البابا فرنسيس تعليمه المسيحية هذا الأسبوع بالمعايدة لمناسبة يوم الأرض العالمي حاثن المؤمنين على المحافظة على بيتنا الأرض ونبذي روح الأنانية والاستحواذ وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم وكلا خدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسلية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس نحتفل اليوم باليوم العالمي الخمسين للأرض أوضح قداسته بأنها فرصة لنا لتجديد التزامنا بحب بيتنا المشترك والعناية به وبأضعف أفراد عائلاتنا وكما تظهر لنا جائحة فيروس كورونا فإنه لا يمكننا التغلب على التحديات العالمية إلا معا وإن تحملنا مسؤولياتنا تجاه الأكثر ضعفا وأكد قداسته أننا بكوننا على صورة الله فنحن مدعوون لرعاية واحترام جميع المخلوقات وتقديم الحب والرحمة لإخوتنا وأخواتنا وخاصة الأكثر ضعفا مقتضين بمحبة الله لنا ولهم التي تجلت في ابنه يسوع لكن بسبب الأنانية فشلنا في مسؤولياتنا كحراس وكمسؤولينا عن إدارة الأرض أخطأنا في حق الأرض وفي حق قريبنا وفي نهاية المطاف في حق الخالق لذلك يدعونا كداست البابة إلى عاة اكتشاف معنى الاحترام المقدس للأرض لأنها ليست فقط بيتنا بل بيت الله أيضا ومن ثم ليست فقط أرضا بل أرض مقدسة لأنها وما عليها ملك للخالق وفي الوقت نفسه يدعونا إلى توبة بيئية أي إلى تحول في تعاملنا مع البيئة وذلك من خلال خطة مشتركة لمجابهة المخاطر التي تهدد بيتنا المشترك والآن تحياتو البابة باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين لذلك يدعونا إلى نفسه لذلك يدعونا إلى نفسه لذلك يدعونا إلى نفسه أبناء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما خلق الله آدم وحواء أعطاهما وصية حراسة الأرض هي وصية الله لكل إنسان من أجل بناء بيتنا المشترك المهدد اليوم بسبب أنانية الإنسان لذلك كل واحد منا مدعو أن يحترم الخلق من خلال التعاون والمحبة ليبارككم الرب